نظم مجلس مدينة دبلحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى حفلاً احتفى فيه بالمتطوعين المساهمين بجهودهم في حملة يداً بيد نتعافى بحضور سعادة سليمان بن جمعوه اليحيائي رئيس مجلس مدينة دبلحصن وأعضاء المجلس وعدد من مديري الدوائر الحكومية وذلك في مقر المجلس استهل الحفل بكلمات قدمها رئيس المجلس مقدراً فيها جهود المتطوعين في الحملة مشيداً بجميع أدوارهم وما بذلوه طوال وقت الجائحة وأشار إلى أن المجلس نجح بالتعاون مع مختلف المؤسسات في إطلاق الحملة والإسهام في توعية المجتمع ورفع حصانة المجتمع والتي أثمرت في الحفاظ على سلامة الأفراد وفي هذا اليوم مكرم 14 من بناتنا المطوعات التي لواتي شاركنا في حملة يدم بيد نتعافى والتي أقامها المجلس خلال فترة طويلة من الزمن لمكافحة كوفيد 19 وآتت ثمارها ونحن نشكر جهودهم ونحن اليوم نقوم بهذه المبادرة الطيبة والبسيطة حقيقة إنما تكون مشاركة من هذا المجلس المبارك لإعلاء قيمة التطوع في المجتمع ولا يخفى على أحد أثر التطوع والعمل التطوعي في بناء المجتمعات وفي تكاتفها وفي رقي إنسان هذا المجتمع كرم سعادة سليمان بن جمعه اليحياء رئيس مجلس مدينة دبل حصن وأعضاء المجلس المتطوعين الذين بذلوا جهودا مخلصة سهلت تنفيذ الحملة ونجاحها أنا فخورة جدا أنا وفريق التطوعي من برنامج التكاتف إننا كنا عضو في هذه الجائحة مثلنا الفريق اللهم لك الحمد بكاملة اليوم إحنا فخورين جدا تكريم دائرة مجلس مدينة دبل حصن لهذا التطوع اللي كنا فيه صراحة عاصرنا مواقف وائد صعبة فترة الجائحة مسكنا اللقاح مسكنا البي سي آر كفينا ووفينا اللهم لك الحمد وإحنا فخورين جدا في هذا التكريم اليوم مع نخبة كبيرة من أهالي مدينة دبل حصن يهدف مجلس مدينة دبل حصن من خلال حفل تكريم المتطوعين إلى الاحتفاء بكل ما قدموه في الحملة وإرساء دعائم قيمة التطوع الذي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع ومع انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية يشرع الكثير من الشباب والشابات في استثمار وقتهم وعطلتهم في مجالات مختلفة وإمارة الشارقة بمؤسساتها ومراكزها العلمية تسعى إلى وضع خطط وبرامج للطلاب في الاستفادة من وقت الفراغ والحديث عن كيفية استفادة الطلاب بالإجازة الصيفية يسعدني أن أرحب معكم بالأستاذة آمنة أحمد الجوهري عضو مجلس أولياء أمور الطالب والطالبات بمدينة خرفكان مساء الخير أستاذة آمنة شكرا عزيزتي يعطيك العافية وشكرا لقناتكم على الاستضافة بسم الله الرحمن الرحيم وصلاتي وسلامي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا تنائي علي لله الحمد كثيرا طيبا مباركا التي لا تعد نعمة ولا تحصى ونحن ضمن هذه النعم نعم دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعمل جاهدة وجبارة في دائما الاستثمار الطاقات والمواهب والامكانيات والعقول التي دائما تصم في منفعتهم من شبابنا إلى شبابنا أو بالتحديد أبناتنا وأبناءنا ثانيا يعني بأخص يمكن في إمارة الشارقة ربي يعطي الصحة والعافية الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي إذا نظرنا يمين ويسار لو وجدنا هناك الكثير من المراكز مثل ما تفضلت قبل قليل الناشئة والمراكز الطفولة ونادي السيدات وغيرها من البرامج كلها دائما تصب في أننا نوجه كيف نستثمر بناتنا وأبناءنا في هذه الإجازة الصيفية تحديدا الموضوع حلو شيق وجميل ومثل هو موسم مثل أي موسم يمر علينا في العام في العام يعني فلانك مثل ما نقول واليوم أنا ضيفتكم واحد من العوامل اللي إحنا اليوم منحطي معاهم النقاط على الحروف بحيث أن إحنا نقول كيف نوجه أبنائنا وبناتنا لهذا في هذا الموسم أو في هاي الفترة اللي إحنا نتحدث عنها الإجازة بالتحديد للإجازة الصيفية وإذا نظرنا من وجهة نظر شخصية لأولياء الأمور من ولي أمر أو ولي تأمر ما شاء الله هناك الكثير من التقافة الكبيرة والوعي العاني والتجارب والخبرة اللي دائما بعد يعملون برامج صغيرة على صعيد الأسرة يعني نجد في من الأسر ما شاء الله وإذا خرجنا على نطاق الأسرة فبعد نلاقي كثير ما شاء الله من التساع الجغرافية دولة الإمارات لو كانوا بشكل عام هناك الحدائق المشاء الله اللي يعني مجهزة بأعلى التقنيات وبأعلى الأمان والتنظيم والاستمرن الرياضات من السباحة من يعني هذا حتى تلاقيين المونات أيضا اليوم بعد الساهم في أنها تعمل جو ترفيهي وبرنامج ترفيهي أنها مترفة في وقت حلو مع بناتنا وعيالنا جميل فمثل ما نقول يعني لو نظرنا لكل هذا اللي نحن فيه ورغم نحن هذه الظروف اللي نعيشها الآن في ظرف فرز كفيد إلا هناك ما شاء الله بعد يعملون من المؤسسات المحلية والجهات الاتحادية حتى أن هي تفتح باب تسجيل للأبناء والبنات أنهم يلتحقون معهم كعمل خفيف ويعطوهم في نهاية الشهر أو نهاية الإجازة مثل مبلغ رمزي أو نسميه على ما نقول مكافأة يعني تشجع لهم فهذا سلبا سبحان الله يعني حيكون يعني على سلوك أعياننا جميل أول شي يعني شو اللي بحصله قبل ما يستثمره نستثمرهم فيها أول شي يتشوف تقدير ذاته يحس بقيمته يعرف أنه هو مساهم عضو مساهم في المجتمع ومش يعني بعيدة بعدين مثل نقول يفهم كيف يتعامل مع الناس مع أنماط من الناس والشخصيات اللي موجودة ممكن هو يكسب الخبرة ممكن هو يضيف أشياء متكرة من عنده ممكن هو يفيدنا في برامج احنا ممكن تفيد دولتنا على صعيد كدولة ماشاء الله فمثل حتى لو نقلنا حتى اليوم البرامج الإلكترونية أيضا هناك من المواقع التي تخدم الكثير لبناتنا وابنائنا في أهوى يتعلم كثير من اللي ينفع في شخصي التعلم بذاتي أستاذ آمن الحقيقة من خلال حديثك الرائع لمس بأن بالفعل على كل فرد في هذا المجتمع كونك الحقيقة أنت تربوي أسابق لكي باع طويل في مجال التربوي لازمتي الطلبة كنت مديرة روضة على حد علمي لذلك بأن يجب إشغال وقت فراغ هؤلاء الطلبة في العطلة الصيفية هي ربما شهرين أو شهرين ونصف الشهر لكن في مضمونها يجب أن تستغل وتدار بشكل صحيح ما أهميت بأن تستغل وتدار وما هي مسؤولية ولي الأمر عندما يضع أبنائه في هذه البرامج أستاذ آمنة إحنا شخلينا واقعيين بنتهي العام الدراسي يقول إحنا خلصنا الدراسة إحنا خلاص أرتحنا فدائما إحنا نقول الراحة موجودة حتى أنت في عام دراسة أنت الراحة موجودة ما في شيء أن أنت دراسة وبعدين صرت أنها في راحة لا هي الراحة موجودة حتى في الدراسة بس إحنا نقول نبي نحول هاي الراحة إلى شيء أنت تستفيد فيه بالفعل أنت تعبر فيه مثل عندك أنت موهبة عندك أنت قاقة عندك أنت مثلا مشروع صغير يعني على دوحين قبل لأيكم عندي حفيدة بالبيت ماشاء الله عندها بوكس صغير شدي من بلاستيك شون تقول أنا حيب أسوي بحولها لآيفون وهي طريقة سبحان الله يعني فيه عقول سبحان الله إيه بروحها أتعلم نفسها أو إيه تكون دائما تشغل نفسها في شيء اللي يجي داوم من خلال الشهر هذا أنا قلت لك على صعيد الأسرة أيضا حتى إحنا فيه برامج صغيرة فيه وعي كبير من أولي أعلمون ماشاء الله إن أهم ممكن نستثمرونهم لأنه الموضوع موضوع رغبة ممكن أنا ألحق أطفالي أو أبنائي وبناتي في هاي المراكز أو أنا اللي رغبتي بس إحنا نقول المفترض إحنا نازم نكون علينا دور كبير بسؤولية كبيرة كلنا نتعاون كل الشراء إحنا من المجتمع سواء من الأسرة وغير ولا خارج الأسرة إن إحنا نعطي حماس نعطي تشجيع نعطي تعزيز نعطي يعني نوفر كل الأمكانيات بحيث أن يكون نجد الرغبة التي هي تشد البنات أو الأبناء لهاي المراكز لهاي الترفي حتى لو نحن نقول مثلا مولازف فيها المركز مثل ما قلت لي مولازف فيها يعني مثل ما قلت يعني جغرافية الدولة ما شاء الله تعطي مساحة كبيرة أن أول واحد يرفع في عياله سواء تطقيف اجتماعي سواء تطقيف علمي سواء تطقيف أثري من المتاحف غير التراثي يعني حتى لو إحنا رجعنا سابقا كانوا حتى الأسر القبل أيام يعني أمهاتنا قبل كانوا حتى فيه أصلا فيه استمار تلاقينا الأب يأخذ ولده حق المزرعة ويعلمه على المزرع وعلى كيف يحصد الرطب خاصة في المواسطة الصيد الأم نفس الشي شوية خياطة شوية يعني بالطبخ يعني حتى كان قبل يعني كان يشجعون عيانهم واستثمرون هاي فراقهم بهاي الحرف اليدوية غيره وغيره لكن أنا عندي وجد نظر شخصية وأحب أن أوصل وكان زين إن شاء الله وأنا أكيد ومتأم من الأخير يعني يسمعنا إن شاء الله شيخنا الدكتور سلطان القاسمي وهو يعني يعجز اللصان يعني مهما نحن نقول نعطيه من أفكار ولكن نجد أفكار تسبقنا مثلا أيام الشارق التراثي عندنا موسم ليش ما يصير عندنا موسم للإيجادة الصيفية بحيث اليوم أنا ما عرف أن هذا الطفل أو هذا الأبن أو هذه البنت عندها موهبة في الشعر عندها موهبة في الرسم عندها في التمثيل عندها مثلا بالابتكار عندها في البرامج الإلكترونية عند كثير من المواهب الموجودة ليش ما إحنا نعمل جديد جو بمساحة مغلقة طبعا صيفنا شوية حار ولكن إحنا قادرين ودائما ما في شيء عندنا مستحيل في دولة الإمارات وبالأخص يعني في إمارة الشارقة أن إحنا نعمل هذا المبنى الصغير اللي يجذب أنه في دائما ناس والله في أطفال أو بنات وأبناء يبي حد يبينهم يطلحهم للضوء بس ممكن ما حد يقدر يوصلهم فممكن إحنا من خلال نهاية العام الدراسي يعني نأخذ من الأسماء من الإدارات المدارس بحيث أن هذولة نستثمرهم وننمي هاي المواهب وفي التالي هذا استثمرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وبعدهم تحديدا في إمارة الشارقة فأتمنى نكون هذا الجو موجود يعني الفعالية موجودة حتى يعني على الصعيد مثلا حتى لو نقلنا مثل أيام شارقة فيها الأكلات التراثية والحرف التراثية أنا أقول عن نفس الشبيه لها يعني مقارب لها حتى لو عملنا بنتعمل مثلا صنف يعني فيه هواية الطبخ لأنه اليوم أصبحت شهادات الفندقة وأصبحت الطهاب يعني عالمنا صار يعني جدامنا أشياء كثيرة 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 بس إحنا نبي هذول الفئة اللي إحنا تهمنا ونركز عليهم وننبيها المواهم على أساس ونعيش نجول الإجازة الصيفية وهم استمتعين حتى ممكن إحنا نخلي غيرهم يلتح شرائح المجتمع لما تزول هذا الموقع وهذا المكان يعني حتى يعطي مثل ما تقولين فكرة فكرة حلوة جديدة بتكون في الساحة وأشعر أنه يعني الكل حيحبها والكل حيقدر أنه يساعدنا ويدعم في هذا الموقع بالفعل كل شخص في هذا المجتمع له دول حقيقة أستاذ آمن وكل شخص في هذا المجتمع له يعني أحقية بأن يقدم آراء أفكار لتحسين هذه المنظومة وبالفعل يعني نحن رأينا في إمارة الشرق كما ذكرت قد يسبقنا صحب بسموح حاكم الشارقة في أفكاره وحتى من أجل أن تكون هذه الإمارة صديقة مراعي للطفل ولي الكبير ولذو الإعاقة وتحتضن كل فئات المجتمع صحيح بإذن الله ستكون كل هذه البرامج لتشغل أوقات فراغ أبنائنا وأطفالنا في عطلة الصيف كلمة أخيرة على عجال أستاذ آمن كلمة أخيرة وفي التالي مهما شكرنا لا نوفي شكرنا للشيخ سلطان صراحة الله يحفظه يطول عمري يا ربي أننا نسمع مشاريع جديدة في الحديقة المائية يعني في يوم الأيام بتكون جزء في ترفيه أبنائنا بعد نعم وآخر كلمة أقول شكرا لكم وأقول يا ربي يسعد كل أم وكل أبو بعيالي يا ربي وإن شاء الله نشوف أبنائنا وبناتنا في أحسن مكان وفي أحسن حال وفي أحلى موقع وفي أحلى مراقز إن شاء الله اللي تمثل دولة الأمراض وتمثل مارة الشارقة تحديدا شكرا لك يعطيك العافية كل الشك لك يا أستاذ آمنة الجوهري ربي يحميك وفي الختام نقول أعزاء المشاهدين نكتب الكثير من الكلمات ونشكل في الأحرف ومن الأحرف في معاني الحب والإخلاص نستمد من نور الصباح معنى الوجود ونستلهم من عتمة الليل معنى الحياة ولكل منا وجهة ووجه يبوح بسره المكنون إلى ذلك المدى البعيد فبين ذلك وتلك فلنبصر بقلوبنا ونستلهم من معنى البصيرة معنا للنجاح والإخلاص أترككم بحفظ الرحمن مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر